المصري أعلن إيهاب جلال القايمة بتاعته طبعاً هيغيب فريد شاوي ومصطفى سلامة اللي هو طيارة للإيقاف ومحمد صالح للإيقاف وتأكد إصابته بالرباط الصليبي وطبعاً إحنا جبنا عامر عامر وأي لاعب هنا في مساء الأنوار لقدر الله بيوصاب أو حاجة إحنا بنهتم بكل الأندية سواسية طلع في النادي الأهلي طلع في نادي الجونة طلع في النجوم في أي نادي نحن نهتم بالجميع دون استثناء ودون تمييز على الإطلاق قايمة النادي المصري في حراسة المرمة أحمد مسعود محمود السيد محمد شحاتة في الدفاع أحمد شوشة إسلامة بسليمة محمود حمد عمر كمال عبدالواحد كريم العراقي في الوسط إيزي إميكا عامر موسى سعيد السمبوري إسلام عيسى محمد عبلطيب جرندو عبد الناصر محمد دمريع عبدالله بيكا محمد جابر حسين رجب إسلام عطي في الهجوم محمود وادي وإزيكال باسي أوستن أموتو وحسام أشرف كلنا عارفين طبعا إن زمالك بيتصدر الدورة برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن المارض الأحمر أما المصري فيأتي رابعا برصيد 42 نقطة بما يعني إن إحنا بكرة وبعده على أعتاب مباراتين في منتهى القوة أو خلينا نقول ثلاث مبارات مبارات طبعا الغد الأهلي والمقصة في منتهى منتهى القوة لأنها ستحدد بشكل كبير شكل التنافس في القمة أي خسارة لأي نقاط بتكلم عن نادي الأهلي مسألة هتبقى في منتهى أصعوب عليه في اللحاق بركاب المقدمة أي مكسب للنادي المصري سيذهب به بشكل طيب إلى النقطة 45 ولكن هيبقى بعيد عن المنافسة على المركز الثانية عشان يكون صرحاء اللي بينفارد به برامس برصيد 54 نقطة فارق كبير لكن المبارات المتبقية تسمح بتدارك والوصول ده إذا أراد المولى سبحانه وتعالى لكن حتى الآن المصري بيدافع بشراسة عن مركزه الرابع لأنه وراء منه مصر مقصة برصيد 40 نقطة يعني المصري 42 نقطة مصر مقصة 40 نقطة بس المصري له مباراة اللي بتاعت بكر اللي بتاعت بكر لو حقق فيها انتصارا هيبعد وياخد معا المركز الرابع في حضنه تماما إذا هزم ده المتش أراسي بعد بوكر إذا هزم يبقى بيدي فرصة تماما لمصر المقصة أن هي تلحق به وربما تحاول أن تحتل المركز الرابع بدلا منه دي جمال المباريات اللي جاية وحلوتها أنه لعبة كراسي الموسيقية في المراكز الأخيرة طبعا مشتعلة في المراكز المقدمة أنا بقول حتى الآن ربما يكون لعبة المراكز التلاتة اللي فوق زمالك أهل بيرمدز دول في منطقة لوحدهم خالص هم التلاتة بيلعبوا لعبة كراسي موسيقية حتى هذه اللحظة ومن البداية الزمالكة تصدر ثم يأتي الأهل في بيرمدز الماتشات اللي ما بينهم ستحدد بشكل كبير خريطة الدوري أما المركز الرابع في لعبة كراسي الله أعلم هل المصري هل مصر مقصة هل يأتي المقاونة العرب من الخلف الله أعلم أما لعبة كراسي الموسيقية في الخلف طبعا كلمنا عن إيمن باري في الحصاد طبعا دي 8 فرق بتتصارع من أجل عدم التواجد في الثلاثة الذين يحتلون قاع الجدول